مساء الخير متابعين الأكارم متابعي قناة اللاعبين السوريين المحترفين وينما كنتوا عم تشوفونا أكيد اليوم كلامنا رح يكون عن قرار الفيفا الأخير باعتبار كوريا الشمالية خاسرة أمام اليابان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء شو تدعيات هذا القرار على منتخب سوريا شو احتمال تتأهل بعد هالقرار شو القرارات اللاحقة اللي ممكن نشوفها من الفيفا باتجاه كوريا الشمالية بعد ما تم اعتبارها منسحبة من مباراة اليابان رح نحكي بكل هالتفاصيل لكن بالبداية ومثل العادية أكيد بتمنا تدعمونا من خلال الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس الشير اللايك الكومنت أكيد الملاحظات اللي بتساعدنا لنطور المحتوى يلي عم نقدمه إذن كوريا الشمالية تخسر قانونا أمام اليابان بثلاثية نظيفة بعد تعذر إقامة المباراة في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية الخبر تم نقله على لسان الاتحاد الياباني الاتحاد الياباني هو اللي أعلن ليس الفيفا والاتحاد الاسيوي الاتحاد الياباني أصدر بيان أعلن فيه أنه تم إبلاغه أنه منتخب اليابان فاز قانونا بهذه المباراة بثلاثية نظيفة وأنه كوريا الشمالية تم اعتبارها منسحبة من المباراة طبعا كوريا الشمالية هي اللي رفضت منح تأشيات الدخول للمنتخب الياباني لخوض المباراة في بيونج يانج بالتالي الشيء المنطقي أنه تعتبر منسحبة وأنه هي تتحمل المسؤولية عن هذا القرار اللي تم اتخاذه شو تدعيات هذا الأمر بالنسبة لمنتخب سوريا أولا خلينا وضح مثل ما حكيت بالبداية لم يتم إصدار بيان رسمي حتى الآن ان الفيفا والاتحاد الاسيوي لهيك لحد اللحظة ما بنعرف شو الإجراءات الكاملة اللي ممكن يتم اتخاذها بحق كوريا الشمالية كل شيء بنعرفه هو بيان الاتحاد الياباني أعلن فيه أنه كوريا الشمالية خسرت المباراة بثلاثية نظيفة طبعا الشيء المتوقع والمنطقي يكون فيه تدعيات أكبر ضد كوريا الشمالية هذا الشيء طبيعي عدة حالات مشابهة حصلت بالقارة الاسيوية لما منتخب أو نادي بينسحب من مباراة في منافسة اسيوية فكانوا بيعتبروا هذا المنتخب منسحب من كامل المنافسة يتم شطب نتائجه جميعا بأسوأ الحالات المفترض يتم نقل مباراةنا القادمة مع كوريا الشمالية خارج بيونغ يان لتحقيق مبدأ العدالة طيب ليش أنا بيعتبر هذا الموضوع خبر صار لمنتخب سوريا يا أخوان كوريا الشمالية أمام اليابان في توكيو خسرت بصعوبة بهدف مقابل لا شيء منتخب اليابان يبدو بهذا التوقف الدولي ما كان بوضعه طبيعي خاصة بعد مشاركته ربما التي تعتبر مخيبة في كأس آسيا الأخير بالإضافة لهذا الشيء فيه كتير تعقيدات بالعلاقة ما بين كوريا الشمالية واليابان ما بنعرف كيف راح تكون ظروف سفر منتخب اليابان إلى كوريا الشمالية أو حتى ظروف اللي راح ترافق تواجد اليابان في كوريا الشمالية فيه كتير ظروف ممكن تخلينا نتوقع نتيجة سيئة لمنتخب اليابان في بيونج يانج خاصة مثل ما حكيت في مباراة الذهاب منتخب اليابان كان سيئ ما كان بوضعه طبيعي فاز بشبخ الأنفوس بهدف مقابل لا شيء أي نتيجة في مباراة الإياب كانت غير فوز اليابان راح تدخلنا بحسابات معقدة جدا خاصة بعد تعادلنا المخيط مع ميانا مار في مباراة الذهاب يعني كنا واصلنا مرحلة لو أن كوريا الشمالية تعادلت مع اليابان في مباراة الإياب أو فازت عليها كان مرفوض علينا حصرا الفوز على كوريا الشمالية فقط لا غير غير هيك أي نتيجة أخرى كانت راح تضعف حظوظنا بشكل كبير في التأهل للدور المقبل لكن شو اللي صار حاليا اللي صار حاليا أنه ضرلت الأمور كما هي عليه يعني هاي النتيجة تعني أنه الأمور مثل ما هي وكأنه ما تعادلنا مع ميانا مار نحنا من البداية كان مطلوب منا التعادل أمام كوريا الشمالية للتأهل حاليا نفس الشيء لو كنا فزنا على ميانا مار بالمباراتين وما تعادلنا مباراة فزنا مباراة فنفس الشيء المفروض أنه نحنا نتعادل على أقل تقدير مع كوريا الشمالية في مباراة الإياب حتى نحنا نضمن بطاقة التأهل للدور المقبل لكن مثل ما حكيت قانون الاتحاد الأسيوي دائما فيه أمور واضحة فيه تداعيات على كل فريق يعتبر منسحب من المباراة فهذا المفروض والمفروض اتحادنا هو يتحرك بهالاتجاه وبننتظر أكيد التحرك جاد للاتحاد السوري لكلة القدم لا يحصل على حق منتخب سوريا ولا يستغل الفرصة التي تعتبر مواتية حاليا الواحد يجب أن يستغل أي فرصة أمامه ليسهل على حاله مهمة التأهل ويتجنب أي مفاجآت من سنتين أنا في قصة حكيتها بواقت سابق من سنتين أو ثلاث سنوات نادح لهذا السعودي في دورة أبطال آسيا كان متصدر مجموعته باعتقد خلال فترة الكورونا أيام الحاضر أيام ما كانت تقام كل مباريات للمجموعات في قطر بهذه الفترة الهلال كان متصدر مجموعته بدورة أبطال آسيا وضامن التأهل للدور القادم كان باقي له مباراة وحدة بس لحتى ينهم مشاركته بدور المجموعات لاعبي الفريق غالبيت اللاعبين والجهاز الفني والإداري وصيبوا بفايروس كورونا ما ضل عند الهلال لاعبين أو نصاب كافي من اللاعبين لخوض المباراة الأخيرة وحضر نادي لهذا الملعب ورغم ذلك الاتحاد الأسوي رفض أنه يخوض اللقاء رغم أنه هذا الأمر كان خارج إرادة الهلال رفض الاتحاد الأسوي يخلي الهلال يلعب هذه المباراة اعتبروا منصحب منها وما اكتفى بهالشي شطب نتائجه بكل مباراة المجموعة بالتالي رغم أنه هالشي كان خارج إرادة الهلال لكن كان فيه قرار قاسي من الاتحاد الأسوي لهيك نحن لحد اللحظة بننتظر نشوف البيان الرسمي نشوف كافة الإجراءات المتخذة من الاتحاد الأسوي بحق كوريا الشمالية ومثل ما احكيت المفروض انتحاد كرة القدم يتحرك بقوة بهذا الاتجاه لكن لو فرضنا ما صار شي وخلص فقط القرار هو خسارة كوريا الشمالية أمام ريابان 3-0 بها الحالة نحن أيضا مستفيدين لأنه نحن حاليا ما عاد فيه تداعيات أو نتائج سلبية لتعادلنا مع مياه نمار حاليا فقط المطلوب مننا أنه نحن نجيب نقطة التعادل من كوريا الشمالية في بيونج يامك حتى نحن نضمن تأهلنا للدور المقبل وبصراحة هذا الشي طبيعي أنت إذا بدك تتأهل للدور المقبل فالشي طبيعي أنك تتفوق على كوريا الشمالية سواء كان بفوز تعادل بفوزين المهم أنك تتفوق على هذا المنتخب لحتى تكون تستحق التاهل بجدارة واستحقاق عن المجموعة إن شاء الله الأمور جيدة بصالح منتخبنا الوطني أنا متفائل جدا وشايف أن الأمور إن شاء الله للأفضل ومنتخبنا بكل الأحوال إن شاء الله قادر إن هو يحقق نتيجة إيجابية أمام كوريا الشمالية بتمنى تعطوني رأيكم بالتعليقات كيف بتشوفوا وضع منتخبنا بعد هالقرار وشو رأيكم ممكن الإجراءات اللي يأخذها الاتحاد الأسيوي وإن شاء الله رح نكون معكم بفيديوات قادمة نحكي أكتر عن هالموضوع